عشر جل من الأغنياء كان يملك حديقة رائعة تنتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد شكرا لك يا شيبون إني والله أحار في تسميته أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا وسميت الثاني جوادا ليكون كريما ومعطاء فأي الصفات تتمناها في وليدك الثالث؟ آه أريد أن يكون متحملا صبورا في الشدائد فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول بارك الله في مالك وجنتك أقترح أن تسميه صخرة ليكون في شدة الصخر وصلابته تفضلوا تفضلوا بالهناء والشفاء تفضلوا أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون أنتم ضيوفي الكرام وخدمتكم واجب كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء وما تبقى من الحبوب يكون لنا هذا كثير يا سيدي إن المنجل يقطع ثلاثة أرباع الحبوب فكيف تتصدق بكل هذا؟ الفقراء كثيرون يا صديقي وهم أحوج منا بالطعام ولكن اعمل حسابا للغد إن لديك ثلاثة أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة لقد ادخرت الله لأولاده وربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة هل تظنهم يرضون عن هذا؟ إنها حديقتي وقد شقيت عمري في زرعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض نعم كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أقد كبرت وأصابني الوهن وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت أطال الله في عمرك يا أبي الأطفال مزعجون يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء كفاك سوادا يا بني لم تكن طفلا مثلهم لا أتذكر أنا يا أبي أريد أن أتزوج وقد اخترت العروس من يا ترى سلمة ابنة صنعان أحسنت يا بني إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم بيت كريم؟ إنهم فقراء شاحذون لا إله إلا الله ألغينا يا بني من عند الله وحده لماذا لم تقم باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك؟ ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟ عذا الله إنها داركم لن أطيل عليك يا صنعان لقد جئت وخاطبا لخاطبا ابنتكم هذا أعظم من أن أصدقه لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمة صخر ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟ أنا 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 معذرة يبدو أنه خجل العذارة سأناديها لقد آهنتها ألمحت لفقرها وسغرت من شأنها أمام أبيها أظنه لا يقصد يا أبي إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها لا ما أقول شيئا هعتذر لمن؟ لخدمنا؟ لمن يشحدون من الطعام؟ إننا فقراء يا ولدي وأنتم أصحاب فضل علينا استغفر الله استغفر الله يا أخي دعني أكمل يا سيد حمدون لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ماذا تفعل يا جواد؟ أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا إنني راض عنك يا جواد ولكنني غير راض عن أخويك أرجوك يا أبي سامحهما إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه وهو نادم أشد الندم هل تكذب علي يا ولدي؟ لا يا أبي إنما أقول ما أظنه قد حدث هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت ولكنني أعرف أخواك أكثر منك أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب اسمعني اسمعني جيدا يا بني مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا وكونوا كنوا جميعا يدا واحدة لا تتفرقوا يا بني لا تتفرقوا أشد ما آلمني رحيل صاحب السيد حمدون شكرا لك يا عمي شيبون إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء السيد صنعان دمت منذ مات والشحاذون يقال عنهم سادة اذهب أنت نيابة عنا واقبل منهم العزاء أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر وهل الحزين يأكل أو يشرب؟ دع الكبير يتصرف يا جواد الأمر لكم التركان في حزني وألمي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أنظر يا صنعان إنهما أصحاب الجنة نعم أعرفهم جيدا لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر هذا رزق اليتام والمساكين إنهما صنعان وتعز كان أبي يحب إكرامهما رحمه الله رحمة واسعة لم يعد موجودا أليس من الواجب أن نناديهما؟ لا بالطبع سنذكرهم بالمرحوم ونستعيد الحزن سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين يا للطمع قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم نوم ليسوا شركاءنا ليكون لهم نصيب كان أبي رحمة الله علي يعطي المساكين أولا هو وشأنه أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحوا أحد لكن لا مكان للكن سنأخذ الثمر كلها ولن يأكل منها فقير فلتقسم معنا على ما تويناه إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ بعد أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقا للفقراء وريث الأبناء أباهم وصاروهم أصحاب الجنة الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة لا بأس أشعر بالجوع الشديد هيا إلى القصر لنتناول الغداء ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام جواد هل نسيت ما أقسمنا عليه؟ نشارك المساكين إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء من تسائر المزارعين هيا هيا لا تضيع الوقت في مجادلة فارغة لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهات أن يسرع بإعداد وليمة الغداء ينطلق أي الحصان الكسول كانت وصيتك يا أبي ألا نفترق فماذا أفعل الآن؟ آه متى نبدأ في جمع المحصول؟ موسيقى غدا مع أول ضوء النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون تقصد جيراننا؟ اسمع يا جواد لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح لن يحدث هذا يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة أنا أتفق معك لكن هذا حرام حرام إنه مالنا دعك من أفكار الحرام والحلال نحن الآن أغنياء لا شيء يهمنا كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى لقد حصلت البركة وانتهى الأمر ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟ جواد أنت أقسمت معنا وحراما أن تحنث بالقسم حسنا افعلوا ما ترونه صوابا الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب تفضل يا عمي شيبون بالهناء والشفاء لقد سبقتكم حان وقت الحصاد فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟ أظن هذا أمرا عائليا يعنينا نحن فقط أسد يقصد أن لا يزعجك بأعباء الحصاد كنت أريد أن أعاونكم فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصداقة لهم في بيوتهم شكرا لك عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل من يطلبك ألن نعطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟ يغلق فمك أيها الخادم دل السيد شيبون على الطريق شكرا أعرف طريقي جيدا رحم الله أباك يا جواد لم أرى في حياتي أرذل من هذا الرجل لا تتأثر يا أخي لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما الذي يدهيشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟ من قال إنني مندهش إنما أسبح الله أذكرك أن لا تسهر طويلا لدينا عمل شاق في الصباح لا أستطيع النوم القلق يتملكني هل الثراء والخير يدعو للقلق؟ أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب افعل ما تريانه صوابا حسنا سأذهب لأنام حتى أصح مبكرا سبحان الله العظيم اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا سبحان الله العظيم شكرا 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 إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أيها الخادم ماذا قلنا؟ معذرة نسيت أيها الأخ الخادم الطيب هل يمكن أن تحضر لنا طعام العشاء؟ أيها الخادم الطيب الجميل أرجوك أن تسرع فنحن نزدور جوعا لقد أحضرته فعلا يا سيدي أين هو؟ إنني لا أراه إنه أمامك يا سيدي ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟ ماذا قلنا؟ ألا ترى أنه يسخر منا؟ معاذ الله لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام هل تظننا دواجن لنأكل خبزا يابسا؟ هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي لا بأس أمرنا لله هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟ لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال انتظر يا أسد انتظر اترك لنا شيئا وقد بيعنا كل ما نملك الأثاث الخيول حتى ملابسنا الحريرية واستبعدنا كل الخدم ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع سنظل على تلك الحال إلى أن نموت لا شيء يبقى على حاله يا أخي والأيام دول لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم لا يا أسد ليس الطعام هو المهم الآن هو ما هو الشيء المهم في رأيك أن نخلص التوبة أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟ إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا هذا ذنب جديد ترتكبه كيف؟ أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه إن رحمة الله وسعت كل شيء وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم فاجتهدوا في زراعتها أحضرت لكم البذور التي نحتاجها جئك في وقتك لقد أتممنا حرث الأرض الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض سبحان الله العظيم هذه بشارة خير تفضل يا سيد شايبون أرجو أن تأكل من هذا اللحم لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي بالهناء والشفاء تفضل يا جدتي هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى العناء في المطر سأحمل عنك الإناء الكبير إنه ثقيل عليك يا زوجتي تأكدي أن النساء يأكلن جيدا سبحان من هذا عطاؤه وتلك نعمته اللهم أعننا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين سبحانك يا الله بعث سيدنا يونس عليه السلام نبيا في القرن الثامن قبل الميلاد ويعود نس سيدنا يونس عليه السلام إلى جده الأكبر بن يمين قال تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقد كان سيدنا يونس عليه السلام من أهل نينوة يونس بن متى ذنون نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعود نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن سلالة سام بن آشور هزموا جيوشا كثيرة وأسسوا إمبراطوريتهم وحضارتهم العظيمة وفي القرن الثامن قبل الميلاد حكم الآشوريين الملك سرجون الثاني وابنه الأمير الشاب سنحاريب اتخذ سنحاريب من مدينة نينوة في شمال العراق عاصمة جديدة لمملكة الآشوريين وبنا معبدا كبيرا لعبادة الإلهة عشتار فقد كان الآشوريون للأسف من عبدة الأصنام وافتتح سنحاريب مكتبة نينوة العظيمة ووضع فيها من المخططات كل ما جمعه من ثقافات الشعوب التي غزاها مع أبيه وكان من أبرزها مؤلفات حضارة البابليين أكبر أعداء الآشوريين في ذلك الزمان وأكثر ما اهتم به الملك سرجون هو قصره المهيب المشيد الذي بناه على ربوة بارزة في طرف المدينة ومهده بطريق الأسود الشهير فقد كان ابنه الأمير سنحاريب بقدر شراسته في الحروب يهوى صيد الأسود مولاي الأمير سنحاريب ماذا جاء بك يا وزير؟ أمر مهم يا مولاي ألا تعلم أنني في رحلة صيد؟ أعلم أعلم ذلك ولكن مولاي الملك سرجون اشتد عليه المرض في غيابك وألح علينا في لقائك إنه يخشى أن يرحل عن الدنيا دون وداعك أبي؟ قطع الأمير سنحاريب رحلة صيد الأسود وعاد مسرعا إلى نينوة ليطمئن على أبيه الملك سرجون ثاني وكما قال الوزير أزعيا كان يخشى الأمير أن يموت الملك الأب بدون أن يودعه بنفسه أبي أبي سنحاريب حمدا للرب بأنني رأيتك قبل الموت لن تموت يا أبي لن تموت الموت نهاية محتومة إهدى يا بني واستمع جيدا إلى وصيتي وصيتك نعم تعلم كم أحب نينوة المدينة التي بنيناها معا وأنا أيضا أحبها إذن قدم لي دليل حبك لها وما هو؟ أن تبقى فيها وتستكمل ما بدأنا من تعميرها ولا تتركها إلى غيرها من المدن تريدني أن أترك مدينة بابل بعد أن فتحناها وخلصناها من أيدي البابليين؟ لقد وليت عليها أخاك صاغور صاغور صغير يا أبي وليس لديه خبرة بالحكم والقتال وسيحتاج إلى دعمي لا يا سنحاريب لا تتركنينا ومن أجل بابل يا أبي لو تركنا صاغور وحيدا هناك سيطمع أطور ملك البابليين وسيعود إلى المدينة التي انتزعناها منه أخوك صاغور قادر على حماية بابل ونينوة عاصمة ملكنا الأبدي سأعود إلى نينوة يا أبي بعد أن أحمي بابل من أطور لن أفرط فيها أبدا لا لا يا سنحاريب لا تترك نينوة من أجل بابل لا تترك نينوة أبي 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 وكان أهل نينوة يعبدون الإله عشتار وكان سيدنا يونس عليه السلام يتعبد بمفرده على أعلى الجبل وكان عليه السلام ربانيا يعبد الله الواحد وينتظر رسالة جديدة من السماء كان يدعو الله أن يبعث رسالة تشرق على الأرض وكان يدعو الله تعالى ويقول في دعائه إلهي وسيدي وخالقي انتشر الفساد وساد الظلم بين العباد والبلاد انحرف الناس عن الحق وأصبحنا بحاجة إلى تدخل السماء اللهم فيضا من نورك العظيم تضيء به قلوب المؤمنين كما أضأت الكون بنورك وحكمت الحياة بعدلك وحكمتك اللهم نصرا للمظلومين وهدى للحائرين وبعضا من قوتك للطائعين المستضعفين في هذه الأثناء كان نبي الله يونس عليه السلام يتلقى وحي السماء من سيدنا جبريل عليه السلام كان حريصا على حفظ تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ليعيد الناس إلى طريق الحق والرشاد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وها هو متى والد سيدنا يونس استطأ عودة ابنه إلى البيت وصعد الجبل ليطمئن عليه يونس لك أيام تتعبد في محرابك ولا تأتينا في البيت إلا قليلا فماذا أصابك يا بني؟ قال يونس عليه السلام والله يا أبي ما أصابني إلا الخير استفاني ربي من بين البشر وبعثني نبيا أحمل نور الإيمان سبحان الله والله كنت أشعر أن نبيا من نسل جدي يعقوب سيبعث في هذا الزمان ولم أدري أنه سيكون أنت يا بني قال يونس عليه السلام ادعو الله يا أبي أن يعينني على تحمل هذه المهمة الشاقة فليس أثقل على بني البشر الآن من أن تدعوهم إلى الهدى بعد الضلالة وإلى العزة بعد الهوان اطمئن يا بني مادم الله بعثك بالحق نبيا فهو يعلم أنك تقدر على تبعات الرسالة لمحاله سبحانه وتعالى أعلم أين يجعل رسالته فاستجاب الله لدعاء نبيه واهتزت السماء فكانت تلك الإشارة العظيمة لبعثة النبي يونس عليه السلام وكانت إشارة إلى دعاء قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة دين العدل والإحسان والهدى وبعث يونس عليه السلام نبيا في هذه الأثناء كان سيدنا يونس عليه السلام في محرابه يتعبد إلى الله وما زال يتلقى منه تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ابن يونس أكثر من ستة أيام وأنت في محرابك جئتك بطعام يكفيك أيام أخرى قال يونس عليه السلام شكرا يا أبي يبدو أنها آخر ليلة لي هنا على الجبل هل ستعود أخيرا إلى المنزل؟ قال يونس عليه السلام نعم يا أبي لقد بعثني الله إلى قومي في نينوة لأصرفهم عن عبادة الأصنام وأهديهم إلى عبادة الله الواحد الأحد أخشى عليك يا بني من بطشهم وهم أهل غلظة وظلم شديد قال يونس عليه السلام الله الذي بعثني إليهم قادر على أن يعصمني من أذاهم فنحن الأنبياء لا يسعنا إلا أن نلبي أمر الله تعالى وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنروة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكران العالمين وبدأ النبي يونس عليه السلام يدعو قومه فردا فردا لعبادة ربه تعالى وكان يعلم أفراد قومه أن الله تعالى هو خالق الكون وأنه الخالق الحق والشاف والرازق وأن لا يشرك به شيئا نهضت البقرة التي كانت مريضة وقال يونس عليه السلام لصاحبتها العدوز نيهار هنيئا لك شفاء بقرتك يا أمي كيف شفيت بهذه السرعة ماذا فعلت لعلاجها قال يونس عليه السلام لم أفعل شيئا فقد دعوت الله لها بالشفاء أنا أدعو الربة عشتار منذ أيام طويلة وظلت البقرة مريضة قال يونس عليه السلام أما أنا فلا أعبد عشتار لا تعبد عشتار فأي رب تعبد إذن قال يونس عليه السلام أنا أعبد رب الناس إله الناس إلها واحدا لا شريك له لا أفهم ما تقول قال يونس عليه السلام ربما تفهمين لاحقا أما الآن فأنا جئت متعبا من أطراف المدينة حيث أقيم مع أبي فهل تدلينني على مكان قريب أقيم فيه؟ إذا كنت ستبقى كثيرا بيننا فهدي في منزلي حجرة في الطابق العلوي يمكنني أن أؤجرها لك قال يونس عليه السلام حسنا وأنا قبلت مهما كانت قيمة الإيجار وأرجو أن تساعدينني في إيجاد عمل أتكسب منه طبعا أساعدك لقد علشت بقرتي سأعرفك بجار لي عنده أغنام كثيرة وكان يبحث عن شاب يرعاها له ما هذا؟ هل دخلت منزلا آخر غير منزلي العجوزي نهار؟ روبير أهلا يا ولدي أهلا يا عمه لأول مرة أرى منزلك بهذه النظافة والنظام هذا من فضل الربة يا بني تفضلي جئتك بطعام يكفيك عدة أيام أتعبت نفسك يا ولدي كان لابد أن أأتيك بهذا الطعام فأنا أعلم أن بكرتك مريضة فلا تأخذ منها لبنا ولا حتى تقطري على ذبحها ليستفيد من لحمها الحمد لله لقد علج البقرة وحلبتها وشربت اليوم من لبنه من الذي علج البقرة؟ الذي نظف ورتب المنزل أرديك أحد غير يرعا كواية لزيارتك؟ إنه شاب يدعى يونس بن ماتة يسكن في أطراف المدينة وكان يزورني على فترات ما إن أمسك البقرة ودعا بشفائها رأيتها تنهض وتشفى في ثوان معدودة كيف ذلك؟ وبماذا دعا؟ لم أسمع دعاءه جيدا نطق بكلمات لم أفهمها ظننت أنه يدعو الربة عشطار فقال لي أنه لم يعبدها في يوم من الأيام لا يعرف عشطار؟ فمن يعبد إذن؟ قال إنه يعبد إلها واحدا لا شرك له وسيحدثني عنه لاحقا إلها واحدا لا شرك له؟ أين هو هذا الشاب؟ أريد أن أتحدث إليه إنه في الجبل يرعى أغنام جاري بولين لقد طلب مني عملا يقتات منه أولم يقل لك لماذا جاء إلى نينوى؟ لا لم يقل حتى الآن إن كلامه قليل ويبدو أنه يحمل من الأسرار الكثيرة والكثير يونس بن متة علي أن أبحث عنه حتى أجده لا تتعب نفسك سيعود إلى هنا حتما لقد استأجر مني الغرفة العلوية حسنا يومي سأعود إليه أنا الآخر تعرف روبيل على النبي يونس بن متة عليه السلام وتناول معه الغداء ورأى من أدبه وحسن أخلاقه أكثر مما سمعه من العمة نيهار ثم واصل معه حديثه إلى بداية الليل حدثتني عنك العمة نيهار كثيرا قال يونس عليه السلام وحدثتني عنك كثيرا قالت إنك أكثر من يودعها ويهتم بها بعد وفاة زوجها أرى فيها أمي الراحلة وأراها قد ظلمت كثيرا وأحاول أن أساعدها في استرداد حقها قال يونس عليه السلام جزاك الله خيرا فكما تساعد الناس يساعدك الله تقصد الرب تعشتار قال يونس أنا لا أعرف ربا بهذا الاسم ولا أعبد غير ربي لا إله إلا هو إلها واحدا ولا أشرك به أحدا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة هذا الكلام قالته الأميرة بلدة في حفل زفافها عندما رفضت أن تركع لصنم عشتار أأنت يهودي مثلها؟ قال يونس عليه السلام لست يهودية وإن كنت حفيد بن يمين أخ يوسف عليه السلام بن يمين أخ يوسف لقد قرأت عنه كثيرا أأنت حفيده بحق؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا من نسل بن يمين ولي الشرف كيف تكون حفيد بن يمين ولست يهوديا مثله؟ قال يونس عليه السلام ضيع اليهود الأمانة انحرف معظمهم عن دينهم وحرفوا التوراة لمصالحهم الدنيوية أفسدوا في الأرض ظلموا وقتلوا وخانوا فكان لابد من نبي جديد يبعثه الله إلى الناس بدين جديد يهديهم ويعيدهم إلى طريقه المستقيم نبي جديد بدين جديد؟ أي نبي هذا؟ قال يونس عليه السلام أنا ذلك النبي أنت؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا استفاني الله لهذه المهمة العظيمة اختارني لأحمل رسالة السماء إلى أهل نينوة فمن هو الله الواحد الذي تعبده؟ قال يونس عليه السلام الله الذي خلق الكون بكل ما فيه ثم خلق الإنسان فسخر له الكون بكل ما فيه وأمره أن يعمر الأرض ولا يهدب وأن يصلح فيها ولا يفسد ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وما هي رسالة السماء إلى أهل نينوة؟ قال يونس عليه السلام أن يعبد الله إلها واحدا لا يشرك به شيئا وأن يتركوا عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وأن يعدلوا فلا يظلموا وأن يصدقوا فلا يكذبوا وأن يرحم قويهم ضعيفهم وأن يتصدق غنيهم على فقيرهم وأن يعفوا عن بعضهم حتى يعفوا الله عنه ولكن كيف يمتنع أهل نينوة عن عبادة الأصنام؟ كيف تركون دين آبائهم وأجدادهم؟ قال يونس عليه السلام لم تكن عبادة الأصنام دين آبائهم وأجدادهم إن أبانا الأول آدم عليه السلام قد جاء برسالة التوحيد التي بعثت أنا بها الآن ثم انحرف أحفاده عنها حتى ظهرت عبادة الأصنام ولو ظل الناس على دين آبائهم وأجدادهم ما تركوا التوحيد ولجأوا إلى الوثنية وما ظلموا وما كذبوا وما فسدوا وكيف أؤمن بإله لا أراه؟ قال يونس عليه السلام ولكنك ترى أدلة وجوده في كل الخلق من حولك قل لي هل تؤمن بأن داخل جسدك روحا هي التي تمنحك الحياة؟ فإذا فارقت جسدك فارقت أنت الحياة؟ نعم أؤمن يونس بن متة ادع لنا ربك لنأخذ حقنا من الملك وأمه قال يونس عليه السلام أيها الناس لقد جئت بدين جديد لا يرى الدعاء حلا أصيلا لكل المشاكل إنما نتوكل على الله فنأخذ بالأسباب ثم ندعوه بالتوفيق وأي أسباب تلك التي سنأخذ بها لنستعيد حقوقنا المسلوبة؟ قال يونس عليه السلام تلجأون إلى القضاء القضاء كلهم يخافون الملك ويفعلون ما يأمرهم به قال يونس عليه السلام ما ضاع حق وراءه مطالب وإذا صلحت الرعية صلح إمامهم اتركوا عبادة الأصنام وآمنوا بالله الواحد الأحد لا شريك له يغفر لكم ذنوبكم ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الظالمين أيها الناس فليعد كل منكم إلى بيته وإلا أمر الملك بحبسكم جميعا أنحبس لأننا نطالب بحقنا؟ إلى متى يستمر هذا الظلم؟ هل يرضي ذلك الربة عشطار؟ أما أنت يا يونس فجلالة الملك يحذرك بشدة لا تحرض الناس على معصيته قال يونس عليه السلام لا أحرض أحدا على معصية الملك لقد جاءون يستغيثون بي ويطلبون مساعدتي في استعادة حقوقهم ليس لهم أي حقوق قال يونس عليه السلام يعلم الملك جيدا ما للناس عنده وعند أبيه الملك الراحل أخبره بأن يتق الله في الرعية فهم يواجهون الآن خطر الموت جوعا ولو استمر الملك في ظلمهم لن يجد ما يبكون عليه وأخبره أيضا أن خطر الجد والجوع لن يفرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم وأن الصنم عشتار لن ينفع الناس في هذه الأخطار لا فائدة من هذا الكلام لقد أمر الملك سنحاريب بطردك من المدينة أمامك حتى صباح الغد فإن بقيت بعد ذلك حكمت على نفسك بالسجن أو الموت وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يونس بن متى ظننتك غادرت نينوى قال يونس عليه السلام أغادرها الآن بأوامر منكم ما زلت أذكر صنيعك معي عندما دعوت لزوجة الأميرة بالشفاء فشفيت في الحال قال يونس عليه السلام هذا ما حملك على طرد من المدينة حملني على طرد كأن ألبت الناس علي وجرأتهم على طلب حقوق ليست لهم ورغم ذلك يمكنني أن أساعدك بشرط واحد أن تدعو الله أن ينزل علينا المطر فيرتفع منسوب الماء في النهر ونستطيع أن نسقي الزروع والمواشية والناس وننجو من خطر الجوع والهلاك قال يونس عليه السلام تريدني أن أدعو الله فأي إله تقصد؟ الصلم الذي تعبدونه فلا يضر ولا ينفع أم الله الواحد الأحد الذي بعثني إليكم بالحق بشيرا بالخير في حال الإيمان ونذيرا بالشر في حال الكفر ادعو إلهك ولو كنت على حق فيستجيب لك وينجينا من الهلاك قال يونس عليه السلام أهذا شرطك علي لأبقى في نينوه؟ نعم قال يونس عليه السلام فلنتعهد إذن أمام الله الذي تريدني أن أدعوه لينجيك وقومك من هلاك قريب على ما نتعهد؟ قال يونس عليه السلام إذا دعوت الله فأنجاك وقومك تؤمن أنه لا إله إلا هو وأنني عبده ونبيه أتساومني على تغيير ديني؟ قال يونس عليه السلام لا والله أنت لست في حاجة إلى مساومتي فإذا رأيت بعينك أن ربي قد أنجاكم فسوف توقن من نفسك أنه الإله الحق وإذا آمنت أنت آمن قومك أجبعون وأصبح إيمانهم في ميزان حسناتك إلى يوم الدين أنت تطلب مني شيئا صعبا فليس أصعب على الإنسان من أن يغير دينه وعقائده قال يونس عليه السلام ليس أصعب على الإنسان من أن يعرف الحق ثم يحيد عنه ربما أنذركم الله بالهلاك حتى ينجيكم من الكفر يونس بن متى أعاهدك على أن أؤمن بربك إلها وبك نبيا إذا دعوت ربك فأنزل علينا المطر وأنجانا من الهلاك وبعد أن عهد الملك سنحاريب النبي يونس عليه السلام على الإيمان بالله تعالى إذا دع الله وأنزل عليهم المطر ونجوا من الهلاك وقف يونس عليه السلام في أعلى الجبل ودعا ربه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا حنان يا منان يا رؤوف يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت يا رحمن يا رحيم يا كريم شيء عجيب لقد نزل المطر قال يونس عليه السلام الحمد لله رب العالمين لقد استجاب ربك لدعائك بسرعة لم أتصورها قال يونس عليه السلام وبقي أن تستجيب أنت أيها الملك وتؤمن بالله وحده لا شريك له وبأنني عبده ورسوله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير واستمر النبي يونس عليه السلام بدعاء قومه فآمن عدد منهم واستمر بدعوة الملك سنحاريب إلى عبادة الله بعد أن حبس زوجته لأنها اتبعت ملة يونس عليه السلام ولكن الملك لم يستجب لدعوته فبدأ بقتل من آمن بدين يونس عليه السلام أو حبسه وقد رأى النبي يونس عليه السلام أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها يا نبي الله هل أنت مسافر؟ قال يونس عليه السلام نعم مسافر سأرحل عن هذه القرية الظالم أهلها وهل أذن الله لك بالخروج؟ قال يونس عليه السلام أشهد الله أنني ما قصرت في رسالتي ربما يكون في خروجي نجاة للآخرين مثل مليخة الذي قتل عندما آمن بي لن أنتظر حتى يقتل روبيل أو الأميرة جولدا أو تقتل أنت يا عمه أو نهرب معك مني نوا قال يونس عليه السلام ربما تستطيعون الهروب في وقت لاحق ولكنني قد دقت ذرعا بهذا الملك الظالم وأمه وكبير كهنته سأرحل إلى بلد آخر يستقبل دعوتي بترحاب فينشرح لها صدره ويغمره نر الإيمان ولكنك توعدت الملك بعذاب أليم قال يونس عليه السلام ولم يأتبع لله حكمة في كل شيء أما أنا فراحل لا محالة في أمان الله يا نبي الله في أمان الله خرج النبي يونس عليه السلام باتجاه البحر فقد رأى أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها فواجد على الشاطئ سفينة تحمل الركاب والبضائع فطلب من ركابها أن يركب معهم قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون سارت السفينة في البحر وبدأت الرحلة رأى يونس أن بإمكانه مواصلة الدعوة إلى الله في بلد آخر ليس فيها الظلم والفساد والكفر الذي رآه في نينوى كان يشعر في داخله أنه ربما تعجل في الخروج من البلد قبل أن يأذن له ربه ولكنه خرج يائسا من إيمان أهل نينوى به وبدينه أمر الملك بإخراج زوجته من الحبس بعد أن خرج النبي يونس عليه السلام من نينوى وفجأة تأتي ريح عاصفة تدمر نينوى وعلم الناس أن العذاب واقع بهم بعد خروج النبي يونس لعدم إيمانهم بربه وعرف الناس حقيقة صدق دعوته أخبرني الحارس أنك أمرت بإخراجي من السجن نعم كرامة لوالدك وليس لأنني راض عنك ولأن يونس ابن متى قد رحل عن نينوى رحل يونس نعم هرب منا بعد أن وعدنا بعذاب لم يأتي فكان ذلك دليلا على كذبه والله لم يكذب يونس قط بل فر منكم كما فر موسى من فرعون أما زلت تؤمنين به حتى بعد رحيله؟ آمنت برب يونس وقد رحل يونس وما زال الرب موجودا أين هذا الرب؟ لماذا لم ينصر نبيه ويوقع علينا العذاب الذي توعدنا به؟ يا إلهي يا إلهي ما هذا الصوت؟ انظر إلى ذلك الدخان الذي ينبعث من السماء سنحاريب أدركني يا بني لا أقوى على هذا الدخان وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لم يعلم النبي يونس أن الله تعالى أنزل العذاب على أهل نينوى وفجأة في عرض البحر حدثت عاصفة عجيبة اهتز لها كل شيء فكانت الأمواج العالية تتلاطم والسفينة تهتز والأمطار تهطر بكثرة أيها الركاب الأعاصفة قوية والموج عال علينا أن ننجو بأنفسنا نجدف معا حتى نعود إلى الشاطئ فبقاؤنا في البحر فيه خطر كبير علينا هيا هيا نجدف معا كل منا يساهم في التجديف شارك الركاب جميعهم في التجديف بغية الرجوع إلى الشاطئ حتى لا تغرق به مستفينة في هذه الظروف الصعبة وقد ساهم معهم سيدنا يونس عليه السلام في التجديف هيا يا رجال هيا يا رجال يا رجال لنجدف بقوة أكبر هيا الرياح شديدة تدفعنا عكس اتجاه الشاطئ والأمواج عالية جدا أخشى أن لا نستطيع الوصول إلى الشاطئ ليس أمامنا حل آخر إنها مسألة حياة أو موت قال يونس لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نجنا من هذا الكرب العظيم أيها الرفاق لا فائدة من محاولات التجديف كلما جدفنا نحو الشاطئ جرفنا الموج إلى عرض البحر سنغرق جميعا لو بقينا على هذا الحال ليس أمامنا إلا أن نتخلص من كل البضائع والأمتعة ها نحن قد تخلصنا من كل البضائع والأمتعة وما زالت السفينة تهتز والخطر قائم ليس أمامنا الآن إلا أن نتخلص من أحد الركاب لتخفيف الحمولة وكيف نتخلص منه نلقيه في البحر سيموت حتما يموت فرض واحد ليحيى بقية الركاب ومن هذا الذي سيضحي بنفسه من أجل الجميع ليس أمامنا سوى الاستهام كل منا يكتب اسمه ثم نضع الأسماء في وعاء ثم نقترع فنختار سهما ومن تقع عليه القرعة نرميه في البحر يونس بن متة قال يونس عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه العبد الصالح يونس كيف نلقيه في الماء أكذا يغضب الله علينا فنغرق جميعا أجرى ركاب السفينة لاختيار مرة أخرى فوقع السهم على النبي يونس عليه السلام فقد كان الركاب يعرفون أنه صاحب صلاح وكرامات وخاف من عقاب الله لهم فقرروا أن يعيدوا القرعة مرة ثالثة وللمرة الثالثة تكون القرعة من نصيب النبي يونس عليه السلام يونس بن متة شيء عجيب نستهم ثلاث مرات وفي كل مرة تكون القرعة من نصيب هذا العبد الصالح قال يونس عليه السلام لا والله لقد نفذ أمر الله الآن عرفت أنه سبحانه يعاقبني لخروج من نينوى بدون إذنه وإني لمستجيب لأمر الله أيها العبد الصالح لن يجرؤ أحد منا على إلقائك في البحر قل لنا ماذا نفعل قال يونس عليه السلام لا تفعل شيئا إنها إرادة الله وسألقي أنا بنفسي في البحر تلقي بنفسك في البحر قال يونس عليه السلام نعم وليفعل الله ما يشاء قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم وبقي أهل نينوى يدعون الله تعالى لينجيهم من العذاب الأليم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين استجاب الله تعالى لدعاء أهل نينوى وأمن الملك سنحريب برب يونس عليه السلام اللهم إني أشهد لك بأنني آمنت بك إلها واحدا لا شريك له وآمنت بيونس عبدك ونبيك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم اجعلنا أول أمة ترى العذاب فتؤمن قبل أن يصيبها اللهم أغثنا اللهم أغثنا أغثنا يا الله أغثنا يا الله اللهم أغثنا أغثنا يا رب الحمد لله الحمد لله لقد بدأ دخان في الاختفاء نعم يا جولدة نعم يبدو أن الله قد استجاب دعاءنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله لقد نجونا زالت الأمة الحمد لله فقد استجاب الله لدعاء أهل نينوة فكانوا أول أمة ترى العذاب ثم لا يقع عليها بسبب إيمانهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هل ابتلعت نبيا؟ فسمع الحوت صوتا وكأنه وحي من السماء يقول نعم هو نبي يوم كامل ويونس في بطن الحوت والحوت يسبح في أعماق البحر ويونس عليه السلام يفكر في مصيره فيقول يا رب قضيت لي أن ألقي بنفسي من السفينة فظلنت أنك قضيت بموتي ثم بعثت إلي هذا الحوت ليبتل عني فشعرت أنك قضيت بنجاتي فكيف النجات وأنا في ظلمات ثلاث؟ إن كان هذا عقابك لي فأنا راض به أستحي أن أدعوك لتكشف بلائي ولكني أدعوك لتغفر لي نعم تسرعت في الخروج من نينوى بدون إذن منك ولكني يئست من إيمانهم بك وظلنت أني قادر على أن أبلغ رسالتك في قوم آخرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ظل الحوت يغوص في عمق البحر ويتنقل بين المخلوقات البحرية بكل أنواعها فسمع يونس صوت تسبيحها لله تعالى الماء والرمل والأسماك الكبيرة والصغيرة والقروش والحيتان والشعاب المرجانية كلها تسبح بحمد الله وتقدسه فوجد يونس نفسه يسبح معها بمثل ما تنطق به وبقي النبي يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يحافظ على حياة نبيه الكريم فكان الحوت لا يأكل لحما ولا ينهش عظما فلا يموت النبي الكريم في بطن الحوت ثلاثة أيام وأنت في بطن يا نبي الله ثلاثة أيام لا آكل ولا أشرب وأصبر على الجوع والعطش حتى لو مت جوعا وتعبا المهم أن تحيا أنت يبدو أنها المهمة التي خلقت أنا لها وسأموت من أجلها وكما أوحى الله إلى الحوت أن يبقي يونس سليما في بطنه فقد أوحى إليه في اليوم الثالث أن يلفظه من بطنه إلى خارج البحر قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين استقر يونس هناك على الجزيرة الرملية التي تعيش فيها بذرة الشجرة المجهولة التي أوحى الله لها أنها ستكون شجرة مباركة يخلدها تاريخ البشرية الآن قد انتهت مهمتي وبدأت مهمتك أيتها الشجرة في ظلك الآن نبي من أنبياء الله كتب الله له النجاة من الغرق وربما يكتب له الشفاء أو العودة إلى قومه ليسعد بإيمانهم به وليواصل رسالته التي بعثه الله بها قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين على الجزيرة وتحت شجرة اليقطين تعاف سيدنا يونس عليه السلام بالتدريج مستفيدا من الشجرة في غذائها ودوائها عرف أن الله قد أنبتها خصوصا من أجله كما جعل الحوت من قبل يبتلعه لينجيه من الغرق وفهم أنه نجح في الابتلاء لما سبح في بطن الحوت لينجيه الله من الغم ولينجي كل من قال هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبعد أن عرف أهل نينوى من ركاب السفينة أن النبي يونس عليه السلام قد ألقى بنفسه في البحر ومات عاد نبي الله يونس عليه السلام إلى نينوى وخرج جميع أهلها يرحبون بنبي الله المبارك ويحتفلون بعودته إلى مدينته وفرح النبي يونس عليه السلام بعد أن علم أن أهل نينوى قد آمنوا برسالته التي كلفه بها الله تعالى يا أهل نينوى يا أهل نينوى يا أهل نينوى هنيئا لكم بعودة نبيكم يونس هنيئا لكم بعودة نبيكم يونس بن ماتة يونس بن ماتة حي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين عاش رجل صالح وعالم في أرض كنعا يدعى بالعام ابن باعراء ما العمل؟ لقد جفت الأرض تماما كيف سنأكل طوال العام يا أبي؟ لا أدري يا كاسبي اسمع يا صور ليس أمامنا إلا أن نستنجد بعالمنا بل عام إنه هائم في صومعته طوال الوقت ولا يشغله شيء من أمور الدنيا إنه حتى لا يهتم بالجوع أو الضمأ نعم لا يفكر إلا في الصلاة والعلم كفاكم سخرية من الرجل لا تنسوا أنه من الصالحين ودعاؤه مستجاب الصحيح أنه يعرف اسم الله الأعظم لست أدري المهم أن يساعدنا على سقوط المطر ومنع الجفاف يا سيد بلعام يا سيد بلعام ما هذا؟ كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح كيف لعالم مثلي أن يتدارس أسرار العلم؟ أي أسرار يا سيد بلعام؟ أريد أن أفهم لماذا تسقط ثمار الفاكهة إلى أسفل ولا تسقط إلى أعلى تحدث معي أنا يا بلعام إن الأرض جافة كما ترى هذا صحيح بسبب عدم سقوط الأمطار ليتك تدعو ربك أن يسقط الأمطار على زرعنا وسوف نكافئك بسلال الفاكهة ليس بالعام من يفكر في الطعام يا رجل سأدعو الله فقط رحمة بصغاركم يا رب دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أغثنا وأنزل علينا فيضا من السماء جاء المطر هذا رائع الشكر لرب بلعام المطر وفير سيكون المحصول وفيرا هذا العام الحمد لله يا رب الحمد لله والشكر لك إلى أين تذهب يا بلعام؟ الشمس غربت هذا موعد خلوتي وصلاتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لقد كلفنا آل كنعان جميعا أن نطلب منك أن تنصرنا على قوم موسى إننا في خطر عظيم يا سيد بلعام أي خطر؟ ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولن يؤذوكم في شيء؟ إنهم بكل تأكيد يستعدون للحرب من أكد لك هذا؟ لماذا اختاروا أرضنا بالتحديد؟ إلا إذا كانوا ينون بنا شر اختصروا في الحديث أريد أن أخلو لعبادتي ماذا تريدون مني؟ نريدك أن تهلكهم بدعائكم الصالح أجننت يا سور؟ أدعو على نبي الله ومن آمن معه إنك تدعو لإنقاذ أهلك وعشيرتك ويلكم هذا نبي الله موسى ومعه الملائكة ومعه المؤمنون سوف نكافئك بمئة رأس من الإبل عدت للمساومة يا رجل إنه لم يقصد يا بلعام بلعام؟ بلعام؟ هكذا دون سيد؟ هيا أغرب عن وجهي أغرب ولا تعود ثانية وأتتني فكرة رائعة ستغير الأمر تماما ما كل هذه الحشود من الناس؟ جئناك جميعا نستحلف أغرب أن تخلصنا من أعدائنا ونختارك أميرا علينا أمير؟ أنا الأمير؟ نعم ستكون حاكمنا وولي نعمتنا ولك منا المنزلة والمكانة لا نقطع أمرا إلا بك ونقسم لك على الولاء والطاعة ما قولك يا كبير القوم ورئيسهم؟ لا تقول عني كبير القوم ولا رئيسهم إنني أحب التواضع فقط قولوا إنني عالم لم نسمع رأيك يا سيد بلعام يا علمنا العظيم ها؟ هل ستدعو على موسى وقومه؟ أيها الناس يا أتباع بالعام ورعيته ما دامت هذه رغبتكم جميعا سوف أدعو على موسى وقومه بالهلاك إنها لحظة من لحظات المجد بالنسبة لي من اليوم سوف أتبعك وأسير في ركابك يا سيد بلعام قرر بلعام أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه فاتخذ طريقه إلى جبل حسبان راكبا فوق حماره وقومه من بني كنعان ينتظرون ما سيحدث هيا يا كسول ماذا دهاك أيها الحمار؟ ها؟ أتوقعني من فوقك؟ ليس لك إلا العصر ويحك يا بلعام أين تذهب؟ ها؟ ها؟ الحمار يتكلم؟ هذا أمر عجيب أعجب منهما تنوي أن تفعله وما شأنك أنت بما أفعل؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهتي؟ الملائكة تردك؟ لماذا؟ ألا تعلم؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ نعم سأفعل ولا تحاول التدخل في حياتي مرة أخرى أنا حر أنا حر لم يعد إلا للحمار يعرفني الثواب من الخطأ خذ 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 وصل بلعام وصل بلعام مرحبا يا بلعام أقد وصلت أخيرا صمتا لا تزعجوا السيد بلعام تفضل بالدعاء اللهم 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 بحق اسمك الأعظم أهلك أهلك قومي سيد بلعام اللهم انصر اللهم اللهم انصر المؤمنين من قوم موسى أتدري ما تصنع يا سيد بلعام أنت تدعو لهم وتدعو علينا هم؟ ها؟ دعوني الآن ماذا فعلت يا رجل؟ هذا شيء قد غلب الله عليه والله غالب على أمره لقد رأيت الكنعانيين فوق الجبل ينظرون إلينا وماذا في ذلك؟ هم بكل تأكيد يدبرون لنا الأذى فلتحسن الظن بهم كما يعلمنا نبي الله موسى كيف نحسن الظن بقوم يعادوننا؟ لم نتأكد أنهم يعادوننا كما تقول ثم إن الله يحمينا يا زمري ألم يشق لنا البحر وينجنا من فرعون وهامان وجنودهما؟ كفا؟ لقد سئمت من ترتيد قصة هذه المعجزة ما الذي يدور في رأسك يا بني؟ إننا قوم أقوياء وباستطاعتنا أن نهجم عليهم من باب الوقاية لأنفسنا لم نهجم على أحد إلا بأمر من نبي الله موسى فلننتهي من هذا الجدل العقيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ لا يهم من أنا وكيف دخلت؟ المهم من أنت؟ وكيف ستخرج من هنا وتواجه الناس؟ أنا بالعام سيد القوم وسوف أخرج إلى الناس وماذا تقول لهم؟ أنا فاشل أنا لست عالما ولست صالحا ولم أقدر على حمايتكم بالدعاء كفى أرجوك؟ أتحب أن تضربني بالعصى مثلما ضربت الحمار الذي نصحك؟ لا تستهزئ بي وحاول أن تساعدني حسنا لكي أساعدك يجب أن تعترف بالحقيقة أنت في موقف بالغ الصعوبة هذا صحيح لقد خسرت الدنيا والدين خسرت الدين هذا مؤكد أما الدنيا فما زال هناك أمل كيف؟ تدبر لم تستطع الدعاء عليهم لأن الله يرضى عنهم أما إذا غضب الله عليهم فسوف تنزل اللعنات على رؤوسهم هذا صحيح سأفكر وأتدبر لماذا جمعتنا يا بلعام؟ اسمي السيد بلعام يا سور لا لم تعد سيدا بعد أن دعوت علينا تأدب يا سور كلنا آذان مصغية يا سيد بلعام اسمعوني جيدا جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى أعدائكم المؤمنين ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها خسئت يا بلعام أهذه عفتك؟ انتظر حتى يكمل حديثة إذا سقط واحد منهم في الخطيئة سيصيب الجميع وبال عظيم ما رأيك في تنفيذ الخطة يا سيد بلعام؟ لا بأس هذه ابنتي كاسبي أرسلتها لتؤدي مهمتها متطوعة لصالح القبيلة هذا ما كنت أنتظره منك يا سور العطور الجميلة الفاكهة الطازجة من يشتري مني هذا العطر؟ لا تنظر إليهن يا زمري حتى لا تفتح بابا للشيطان الرجيم لم أبيع شيئا حتى الآن ولم يحدثني رجل واحد حاولي مرة أخرى يا شروات خذ مني الفاكهة فشلت خطتك يا بلعام لم تفشل بعد لننتظر قليلا لقد عادت النساء جميعا إلى هذه الدرجة تبلغ قوة إيمانهم بربهم؟ لقد بذلت أقصى جهدي ودبرت أعظم حيالي كيف يحدث هذا؟ أين منتك كاسبي يا سور؟ لم تعد بعد من أرض قوم موسى هي أملنا الأخير إذن؟ هي قد عادت كاسبي أين الفاكهة التي كانت معك؟ أعطيتها لرجل من قوم موسى يدعى الزمري إذن أفهم من ذلك أنه تم كل شيء بنجاح كما أردت يا سيد بلعام عظيم نجحنا أخيرا نجحنا لقد هلكوا بالفعل سقط واحد منهم في المعصية وعما قليل سترى أثر ذلك على الجميع أين كنت يا زمري؟ ليس لك أن تسألني لقد رأيتك واقفا مع الفتاة التي تبيع الفاكهة ثم اختفيتما من أمامي هل حدث ما يقوله حييم؟ أنت وحييم لست ما أوصي أعلي بماذا تشعر؟ أشعر بألام شديدة وإعياء إنك محموم يا أخي في الله أشعر بغثيان أيضا أسقوه بعض الماء وسأذهب لأبلغ نبي الله موسى بما جرى لا تزعجوا نبي الله في خلوته إنه مجرد ألم بسيط ومحتمل أنا أيضا أنا أيضا أشعر بألام بطني كان لبلعام ما أراد حصل على المكانة والمنزلة بين قومه بعد أن باع دينه وضميره لا بد أن يشرب الجميع نخب انتصارنا على قوم موسى سمعت أن الطعون يفتك بهم فتكة هذه هذه واحدة من مئات الحيال والأفكار العبقرية في رأسي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هل تشعر بالتحسن؟ بل بل الحالة أسوأ إلا متى نسكت على هذا الهوان ونحن لاعلم أسباب الوباء لا تعود لهذا الحديث أرجوك هل تريد مني شيئا آخر؟ نعم ماذا؟ أجبني سنبي الله موسى أن يسامحني على تقصيري في اتباع دعوته آه أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى نبي الله لماذا أنت مقدب الجبين؟ لقد مات حييم يا زمري حقا؟ خبر سيء إذن أستطيع أن أخذ نصيبه من الطعام فأنا وكاسبي جائعان جدا هذه الليلة لن تقابل هذه المرأة الغاوية مرة أخرى هم؟ ومن سيمنعني؟ أنا أنت؟ يا لك من مغرور مصيبة مصيبة لا تتحدثوا كالكلاب اهدأوا اهدأوا وأخبروني ماذا جرى ابنتي ابنتي يا سيد بلعام ابنتي قتلت قتلها في الحاص هي وصاحبها زمري ليتخلص قومه من الوباء أعدها إلي أرجوك أجونينت؟ الموتى لا يرجعون للحياة إلا يوم البعث أنت الذي قتلت ابنتي تأدب أنت تخاطب أميرك وقائدك لم أكره ابنتك على شيء هي كانت على استعداد للفساد وأنت شجعتها تذكر هذا جيدا ما كان ينبغي أن تفعل هذا يا بني لم أدري بنفسي إلا وقد غرست الحربة في جسديهما قد أكون مخطئا ولكني أردت الخلاص لقومي ليس بهذه الطريقة ألم تشفى من مرضك؟ وغادرتنا الفئران آخذة وباء الطاعون إلى بعيد نعم هذا حدث ولكن القتل جريمة نكراء والخطيئة لا تعالج بخطيئة أخرى الحق أننا أخطأنا كثيرا في حق أنفسنا كيف؟ ظننا أننا نتبع نبي الله موسى ولكننا في الغالب نتبع أهواءنا هل من سبيل إلى التوبة؟ نعود إلى أوامر نبي الله ولا نخالفها سنفعل إنني جائع وعطشان يا إبليس لم أنجبك لأنفق عليك طوال الوقت يا بلعام إنني في أزمة وسوف أرد إليك كل قطعة نقود تنفقها علي عندما أسترد مكانتي تسترد ماذا؟ لم أسمعك جيدا لا تسخر مني سوف أجد وسيلة أسترد بها مكانتي ومنزلتي بين الناس تلك المنزلة التي بعت من أجلها آيات الله وعلمه لك أنت الذي أضللتني كاذب لقد كنت عبدا صالحا مستجابة دعوة فانسلخت من آيات الله أنت الذي فكرت ودبرت للشر لا أنا أتتخلى عني الآن؟ بالطبع إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنت لا أريد شيئا منك اذهب إلى الجحيم اذهب سأذهب وسأنتظرك هناك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل أحدهم أبرص يعاني من مرض جلدي والثاني أعمى والثالث أقرع لا ينبت الشعر في رأسه مرحبا بك يا عزرى يا سيد شمعون جئت إليك راجعني المصاهرة لأتزوج إحدى ابنتيك ماذا لديك من المال؟ ليس لدي مال أدخره ولكنني قوي البنيان وأعمل أجير عند من يطلبني انظري إلى هذا الأقرع الذي يريد الزواج بواحدة منا ليس أقرع فحسب وإنما أيضا فقير لحظة سأسأل الفتاتين تفضل يا سيدي تفضل تسألنا عن ماذا يا أبي؟ لم يبقى غير هذا الأقرع ليتقدم إلينا؟ إلى هذا الحد تريد أن تتخلص منا؟ أقرع؟ اخفض صوتكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون السلام عليكم يا سيد ليشان ماذا تريد أيها الأبرص؟ إن لي اسما يناديني الناس به وهو ميخا فلماذا تناديني بمرضي؟ لأنك أبرص وأخشى أن تعديني إن مرضي لا ينتقل برد السلام اختصر الكلام فأمامي عمل كثير سمعت أنك تحتاج إلى مساعد يعاونك في بيت العطور طالبك مرفوض أيها الأبرص لماذا؟ إنني مجتهد ومخلص هل جننت؟ إنني أبيع العطور العطور؟ فمن يشتري مني إذا كان مساعدي أبرص تؤذي رؤيته الناس؟ هيا ابتعد عني هيا الأرزاق بالله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أيها الناس ألا يوجد من يدلني إلى طريق السوق؟ انظري يا اليورا إنه أعشر الأعمى أنت تعرفين اسمي يا باتية فلماذا تنادينني بالأعمى؟ ما هذا اليوم العجيب يبدأ بأقرأ وينتهي بأعمى هيا انضيع عني وتركاني أبحث عن شخص يدلني إلى طريق السوق سقطت في الوحل يا أعمى شكرا لكم على هذه المساعدة أنا الذي مددت لك يدي وجلبتك من الماء لا أدري كيف أكافئك الأمر بسيط أعطني نقودك لا أملك شيئا للأسف أتعرف أن الذي مد إليك يده أبرص لقد أذاك بالمساعدة ما الذي يضحكك إلى هذا الحد يا أقرأ؟ أقرأ وأبرص وأعمى؟ إذن الحال من بعضي ألست ما جائعين؟ آه إنني أتدور جوعا إنني أشم رائحة التمر شيء طبيعي فنحن نجلس تحت نخلة أيها الأعمى إذن ليتسلق أحدكم النخلة ويلقي إلينا بالتمر وسنحفظ له نصيبه ولماذا لا تتسلقها أنت؟ إنني أعمى لا أرى موضع قدمي وأنا أبرص كيف أمسك التمر بيدي؟ وأنا أقرأ وأخشى على رأسي من أشاعة الشمس حجة فارغة يجب أن نتعاون معا وإلا هلكنا جوعا صدقاني لماذا لا يرد علي أحد؟ آه ليتني أجد عملا ولكن من يقبل أن يستعين برجل مريض مثلي؟ وبعث الله ملكا من السماء إلى الرجل الأبرص ما هذا الضوء المبهر؟ طمأنه الملك الكريم وقال له أي شيء أحب إليك؟ أحب الأشياء إلي؟ آه لون حسن وجلد حسن ويذهب عني ذلك المرض مسح الملك الكريم جلد الرجل فشفي من المرض وذهب عنه البرص هل هذه يدي؟ وهذا جلدي حقا الحمد لله قال الملك أي المال أحب إليك؟ إنني أحب الإبل ولكن من أين لي بها؟ أين ذهبت يا سيدي؟ إنها ناقة الناقة التي تمنيتها يا كرم الله قال الملك بارك الله لك فيها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وذهب الملك الكريم إلى الأقرع أرجوك أن لا تؤذيني وإن كنت أظن أن ذلك النور والبهاء لا يأتي إلا بكل خير وقال له أي شيء أحب إليك؟ شعر حسن ويذهب عني ذلك القرع الذي جعل الناس يهزؤون بيه ما هذا الذي ألمسه بيدي؟ من هذا الشاب الجميل؟ هو أنا شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب قال له الملك فأي المال أحب إليك؟ البقر البقر يساعدني في فلاحة الأرض ويطعم صاحبه ويسقيه كيف جاءت هذه البقرة إلى هنا؟ قال الملك قبل أن ينصرف بارك الله لك فيها ما هذا الريح الطيب؟ هل عادت إفرات؟ أم أن في كوخ المتواضع ملك من السماء؟ أعاد الملك على الأعمى نفس السؤال أي شيء أحب إليك؟ أن يرد الله إلي بصري فأرى الناس من حولي لماذا تمسح بيدك على عيني يا سيدي؟ آه آه إنني أرى إنني أرى ها هو المرعة ها هي السماء ها هي السماء التي طالما تخيلتها لا لا إنها أجمل من الخيال سبحان من هذا خلقه وسأل أي المال أحب إليك؟ الغنم لكم وددت أن أكون راعي لل ها سبحان الله الحمد لله على ما أعطى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أخذ كل واحد من الثلاثة عطاء الله ومضى في طريقه وتحقق الدعوة الملك الكريم بالبركة في الرزق لماذا تأخر عزرة عن الظهور؟ أشهر بالضمأ الشديد عفواً أيتها السيدات فالبقرة ولدت اليوم وهي تحتاج إلى إرضاع وليدها بارك الله لك انظري إلى شعره الحريري الذي يتطير مع النسيم لنذهب إلى ميخة فلبن الإبل أفضل وألاز من لبن البقر لقد أحضرت لك يا سيد ميخة أفضل أنواع العطور وأغلاها أخشى أن تؤذي جلد هذه العطور الرديئة لا يا سيدي أقسم لك أنها مستخرجة من أفضل أنواع الزهور وأجملها رائحة لا حاجة لي بها إذن خذها هدية هدية؟ وما مصلحتك في هذا؟ إذا عرف الناس أن سيد ميخة صاحب أجمل وجه يستخدم عطوري لتهافت على شرائها إذن سأقبلها يشرفني يا سيدي أن أطلب الزواج بابنتك الطيبة إفرات يا ولدي أنت تملك واديا من الغنم ونحن فقراء لا نملك شيئا على كل حال يجب أن أسأل الفتاة عن رأيها وهل لي رأي بعدك يا أبي؟ هذا الخجل دليل القبول بارك الله لكما وأبعد عنكما وساوس الشيطان أخيرا رأيت وجهك الجميل وستصبحين زوجة لي يا إفرات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعاش الثلاثة في نعمة عظيمة ثم جاء وقت الامتحان أتى الملك الكريم في صورة رجل أبرص فقير انتظر يا من تطرق الباب لست واقفا خلفه والقصر كبير السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام نعم ماذا تريد؟ أنا رجل مسكين وانقطع بي الحال في سفري فلا نجات لي اليوم إلا بالله ثم بك اختصر أرجوك ما طلباتك؟ أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتعيش به في سفري ناقة كاملة؟ يا للجرأة هل جننت؟ هيا اذهب كأني أعرفك أنت أيها الفقير تعرفني كيف؟ ألم تكن أبرص يستقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله بالطبع لا إنما ورثت هذا المال أبا عن جد إن كنت كاذبا أدعو الله أن يعيدك إلى ما كنت عليه أين القصر؟ وأين وادي الإبل؟ أنت أيها الأقرع ماذا تريد يا هذا؟ ألا تعرفني؟ أنا السيد ميخة أغنى الأغنياء بل كنت أغنى منك بوادي البقر قبل أن يضيع كل شيء في لحظة هل أنت صاحبي عزراء؟ ولكن أين شعرك؟ جاءني رجل أقرع يسألني حسنة ولكنني رفضت أن أعطيه الذي جاءني كان أبرص آه هذه صورتنا القديمة التي نسيناها وتنكرنا لها من قال أنني كنت أبرص؟ انظر إلى يديك يا إلهي ما هذا الجلد القبيح؟ أقبح منه قلبك أيها البخيل لم يعد إلا هذا الأقرع ليسخر مني لولا خشيتي من أن ألمس جلدك لضربتك حتى الموت ألم يرى أحدكم زوجي عزراء؟ زوجك عزراء؟ آه نعم إن له علامة مميزة شعر كالحرير هيا يا أختي نبحث عن زوجينا في مكان آخر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون وجاء الملك الكريم إلى الثالث في صورة رجل أعمى احذر أن تسقط في النهر يا سيدي رجل مسكين وابن سبيل كلنا مساكين وأبناء سبيل يا عماه لا تتعجب كنت أعمى مثلك أستحلفك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة تعينني في سفري المال مال الله خد ما شئت ودع ما شئت فوالله لم أمنع عنك شيئا أخذته من الله أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك ما يفتح الله للناس من رحبة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات أمرك يا سيد القائد هيا اضرب لا تندفعك الثور واحرص على حفظ توازنك ما زرة يا ذا القرنين بتار عقاب أمرك يا ذا القرنين رهن إشارتك أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار أليس الاختبار شاقا؟ من يفشر فيه لا أريده في جيشي واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة أمرك يا سيدي لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه من يسقط من التعب يترك الجيش فورا أيها التاجر أريد شيئا من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة خذ اللحم دون أجر يا عماه دون ثمن بارك الله لك بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس عقاب أين أنت؟ هنا لم أكل منذ الصباح ليس هذا وقت الطعام هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية استعدوا للسفر سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي ها قد اعترفت معظم وليس كل يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد الله ابتلاني بالقوة والعلم يرى إن كنت أشكره أم لا وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم لنسافر غدا إن شئت بل نسافر الليلة سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا هؤلاء القوم لماذا يجلسونك المرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الضمأ ولا زرع أمامك كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء يمكنكم أن تحفروا هنا الماء يا سيدي لا أصدق عيني نعيش فوق الماء ولا ندرك كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر بل اشكر من وهبك الخير عن من تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة لقد انتهت مهمتنا ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعموا أولادكم فصلوا لله واشكروه إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة احسموا أمركم الحرب 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 من دخلها وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خاونة أتباع للغزاة نقتلهم يا سيدي ليس الآن بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخاونة هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن ما هذا؟ زلزال زلزال المصيبة الأكبر إنه جيش الأعداء أيها القوم ما جئت معتدياً ولا طامعاً في أرضكم وإنما جئت لأنشر الخير والعدل ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي نحن نستسلم أيها القائد خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا وتركنا لنعيش ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا إنها النهاية سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعاً سيدي ماذا نفعل بشأن الأسرة؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة لقد كان القوم كلهم فاسدين فهل نعذبهم جميعاً؟ لا الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي لم يكن بوسعهم غير السكوت لم يكونوا قادرين على المقاومة هل نعف عنهم إذن؟ ليس هذا فقط بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولاً طيباً يرضيهم الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً قال أما من ظلم فسوف نعذبه وثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً أنهذ القرنين مهمته وقرر الرحيل فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة سيدي لقد استبد بنا التعب يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك مرهم بالتوقف سيد القائد إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة ولماذا نختار الأماكن الوعرة سكان القصور والحدائق ليس في حاجة إلينا بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين توقف أيها الساحر إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته يجب أن ندافع عن ألهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل ستعيننا أرواح الآلهة لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احق دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم أشكرهم، ولكني أريد أن أقول شيئا صمتاً أيها الناس إن ولا أنا لله وحده والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير أبيض أو أسود أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله قوموا بترويض الخيول كما علمتكم عندي سؤال يا سيد القائد تفضل كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها وعلاج الناس وبناء البيوت وزراعة الأرض هذا من فضل الله وحده قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة هل لازلت مصمماً على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمراً ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك أتجه إليهم بإذن الله الحرارة لا تحتمل غداً تعتاد الجو الحار هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجوراً لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة إنهم هناك ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل ولم يعلمهم أحد كيفية البناء وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة مروا الجنود بأن ينصبوا الخيام يسألون عن الخيام أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتاً وأكواخاً تحميهم من حرارة الشمس ونعلمهم أن يحفروا أنفاقاً في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار أمرك يا سيدي ولكننا لا نعرف لغتهم سأحدثهم أنا أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار في الحال يا سيدي وأنت يا عقاب مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالاً وأن يجمعوا المادة الصمغية من جوف الأشجار يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السرديم احذر وأنت تتحدث أمامهم أه؟ لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات علمنا ذو القرنين لغتكم هذا يعلمك يا بتار أن تكون حريصاً في كلامك ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي جزاك الله خيراً عنا وعنهم هيا لنصعد وليبيت ليلتهم في البيوت الجديدة إننا لن ننساك يا ذا القرنين أشكرك لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك أنا أدعو لك من يدري أينا عند الله أكثر صلاحة ليست الهدايا في مقامك لكنها أفضل ما لدينا هذا الذهب لا يلزمني ربما يسعد النساء في قبيلتكم هل ترد هديتنا المتواطعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري أنا لا أستقر في أرض كما ترى ولكن أحب أن أراك على خير هونجا وعليكم السلام أيها القائد النبيل ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور توقفوا هنا الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا نعذكر إذن أيها القائد بل نستمر في صعود الجبل كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف لا أظن أن هناك أقوام يعيشون في تلك المنطقة النائية كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس سنصعد الجبل هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي لم أقصد إننا دائما أتباعك المخلصون سبحان الخالق العظيم والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض من صخور الجبال ولمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف أين هو؟ اقترب يا رجل اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا كان رأيك هو الأصوب كالعادة لا عليك هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم ولكن في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا دلني فقط على مكانهم لا تطاردهم سأحدثهم بلغتهم سياناو السلام عليكم يا أهل تلك الأرض جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث ما أعجب هؤلاء القوم إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح أي طيبة وأي صلاح؟ إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا لا 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 أظن ذلك وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش لن نخسر شيئاً إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعداداً في كل مرة ماك حق هي تجربة خطيرة لكن ليس أمامنا حل آخر لنسرع إلي قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم هيا بنا ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر لا أريد أن أفسد الشاهية أريد لحماً آدمياً لا تخاف لن أؤذيكما نشكرك أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر ما هذا القول نحن لا نأكل لحم إخواننا هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد خلقنا الله من أب واحد هو سيدنا آدم عليه السلام من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليه السلام وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء لم نر في حياتنا إنسانا مثلك ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين صدقونا أيها الناس إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجر مقابل حماية أي قيمة لأجر يساوي الحياة؟ لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجا من ثروتنا إنه يستحق؟ اهربوا إنهم قوم مأجوج لا تخافوا أنتم الآن في حمايتي إنك لا تعرفهم يا سيدي إنهم أقوام شرسون لقد رأيت عملاقين منهم إنهم قوم يأجوج أما مأجوج فهم أكثر خطورة كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم أمر عجيب إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة والعمل كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا سأفعل إن شاء الله أيها القائد الكريم لقد أحضرنا هذه الهدايا لك ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا أرجوك أن تقبل خذوا أموالكم وهداياكم لست أتقاضى عن عمل أجرا إنما أعمل لوجه الله عز وجل لقد سمعنا من أخبارك الطيبة وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة هذا من فضل الله نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع هنأ أزى يأجوج ومأجوج سأبني لكم السد ولكن عليكم أن تعينوني نحن خدمك ورهن إشارتك مرنا ولن تجد منا إلا السمع والطاعة توكلت على الله لماذا لا نهجم على أهل السهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والطرحال غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة نعم نعم أفضل أن لا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله آتوني بالحديد ضعوه هناك لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء انصهر الحديد أيها القائد أنفخ الآن حتى يصير نارا هل نهدر النحاس المزاب؟ نعم صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها حسنا هذا يكفي ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة ولتأتي المجموعة الثانية للعمل لم نشعر بتعب يا سيدي هذا أمر واجب التنفيذ فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة هيا أكمل عمل إخوانكم ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا يجب أن يصل إلى آخر الجبل لن يستطيع تسلق هذه المسافة إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله بتار نعم يا سيد القائد هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه إنك لم تنل قصة من الراحة منذ أيام يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعا ونحطمه آه آه إنه لا يتزحزح اقضفوا بكرات النار النار ترتد إلينا آه افعلوا أي شيء الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء انتهى البناء أيها القائد هذا رحمة من ربي مري الجنود بأن يستعدوا للرحيل إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي هذا قدر المجاهدين في سبيل الله هذا السد لا يمكن تحطيمه أظن أنه سيبقى إلى أبد الدار لا شيء يبقى إلا الله السد اليوم منيع ولكن له أجل سيبلغه ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا